مع الله مع الله مع الله وصية نبينا صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام المسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا يعني ما تكرهوش بعض ولا تدابروا لا تفترقوا ولا تختلفوا ولا تقاطعوا ولا يقطع بعضكم بعضا ولا تقاتلوا أي ولا يقتل بعضكم بعضا ولا يقاتل بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون جميعا إخوة على قلب رجل واحد وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتلف القلوب النبي وهو في حجة الوداع يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المجتمع مجتمعا واحدا لا يستبيح إنسان ما لأخيه ولا يستبيح دم أخيه كل المسلم على المسلم حرام أيضا في حديث آخر دمه ومال حقوق الأخوة ورأينا من يعتدي على حق أخيه على دمه وعلى ماله الصلاة والسلام يقول بأن ما للمسلم على المسلم حرام يبقى لا يجوز أن يأخذ إنسان ولا جنيها لا يجوز له ذلك إلا عن طيب نفس من أخيه فضلا بقى عن مسألة إن الإنسان يأخذ بسيف الحياة يساد في الأرض أيضا دم المسلم حرام قضية خطيرة جدا أب شعشي يقتل ويضرب ويؤذي ويجرح ويأخذ أعضاءه إلى آخر كل هذه لعدمه وماله وعرضه قضية خطيرة جدا الإنسان لما ما ينصرش أخوه المسلم في هذه المرأة مسلم يخذل امرأة مسلما في موطن يحب فيه ينتهك فيه من عرض يحب فيه نصرة يعني شخص حاضر في مجلس والمجلس ده الناس بتكلموا على في هذه الحالة هو هيبقى حاجة من ثلاثة حضرتك لما تكون قاعد في مجلس أنت هتبقى حاجة من ثلاثة إما إنك تدافع عن أخيك ده رقم واحد وده يعني بقى الشخص الشجاع جدا القوي جدا والحضور كلهم في جانب آخر فمسألة إن واحد يجرؤ كده أو يتشجع ويدافع عن أخيك ده محتاجة دفع إيمانيك يبقى الحالة الأولى إما أن تدافع عن أخيك الحالة التانية إما أن تشترك معهم يعني وإما أن الحالة التالتة إما أن تسكت السكوت والمشاركة بإنك تذم زي مهم بيذم إقرار على الكلام الذي يقال ففي هذه الحالة السكوت والإقرار حاجة واحدة يصير في جانب الجانب التاني إنك تدافع عن أخيك السكوت اللي هو الإقرار أو أن تشاركهم فيما يقولون ده اسمه في الشرع خذلان لأخيك المسلم ده خذلان طب لما تكون في هذا الموقف تخذ الأخاك المسلم في موطن هيبقى شبيه بالموقف ده حضرتك اللي هتتحط فيه هتكون غايب والنسى تتكلم عليك وتتمنى أن لو كان هناك من يدافع عنك ولا تجد من يدافع عنك دي مسألة خطيرة جدا ما تلاقيش اللي يدافع عنك لأن دي الجزاء من جنس العمل ربنا عز وجل يهيئ لك اللي يدافع عنك لما تدفع عن أخيك ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولما تأخذ الأخاك في موطن شبيه فحضرتك هتختار لنفسك أنت دلوقتي قاعد في جلسة والناس بتكلموا على شخص مش موجود في موقف شبيه اختار لنفسك تحب إن حد يدفع عنك ولا تحب إن الناس كلها تجتمع عليك وتذمك وتقدحك ما من شك إنك تحب إن حد يدفع عنك ويرد غبتك وحد ينتصر لك طيب إن كنت فعلا عايز كده فيجب عليك أن تنصر أخاك بالغيب لو يجب عليك إنك تنصر أخاك بالغيب دي مسألة ندرت إن إنسان ينصر أخاه بالغيب دي مسألة ندرت ولا حول ولا قوة إلا بالله وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام أرجع وأقول كلمة مهمة جدا إذا كنت في مجلس وكان هناك كلام على شخص مش موجود الناس بتذم فيه الناس بتقدح فيه فإنت اختار اللي يحصل معاك في موقف شبيه تحب حد يدفع عنك ولا الناس تتكلم عليك وتصرف في هذا الموقف على أساس ما تريد إن كنت عايز يتهيأ حد للدفاع عنك دافع عن أخوك إن كانت المسألة لا تعنيك خلاص أنت حر أنت حر مع إن ممكن ضرر كبير جدا ينال أخوك في هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام حظنا بأسباب قوية جدا جدا إن إحنا نحترم حرمة بعض ونراعي حرمة بعض مسألة غاية في الخطورة بل حظ الشرع بمراغبات قوية جدا جدا نشوف حضرتك لما تحب أخوك و لما تكرم أخوك المسلم النتيجة بتكون إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّت محبتي ده حديث قدسي النبي عليه الصلاة والسلام يقوله عن رب حقّت محبتي أي واجبت محبتي للمتحابين فيه و للمتجالسين فيه و للمتباذلين فيه و للمتزاورين فيه المتزاورين في الله المتجالسون في الله المتباذلون في الله اللي بيعطوا بعضهم العطاءات في ذات الله عز وجل اللي يحب بعضهم في الله ربنا عز وجل يحبهم طب هو إن ربنا عز وجل يحبك ده مسألة عظيمة جدا 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 أن يحبك الله الله ما أحبنا يا رب ألقى علينا محبة من عندك طيب الحاجة الثانية اللي أعيز أركز عليها أيضا يوم القيامة يوم شديد يوم القيامة يوم هولوه شديد يوم تدن الشمس من الرؤوس تكاد من شدة حرارتها أن تذيب العظام والجماجب تحب تكون في الظل في هذا التوقيت تحب أن تكون في ظل عرش الملك في هذا التوقيت إن كنت تحب ذلك فأحب أخوانك في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه مش مسألة أنك تحب واحد حب في الله تفضل معه على طول الخط يسيء معاه يصلح معاه لا اجتمع عليه وتفرق عليه أول ما يسيء يبقى وتفرق عليه أول ما يغلط ويبتعد وينحرف إنحرف واضح وتفرق عليه وأستقف معها بإذن الله عز وجل وقفة مهمة بعد شوية إن شاء الله يبقى دي حاجة الحاجة التالتة حبيبي في الله في منظر عظيم جدا يوم القيامة ناس مميزين ناس ربنا عز وجل اصطفاهم مميزهم حول عرشه تبارك وتعالى حول عرش الملك في منابر كتيرة جدا 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 المنابر دي من نور تبص على المنابر اللي من نور تلفت نظرك تلاقي ناس قاعدين على المنابر واللي قاعدين على المنابر دول وجوههم منورة وجوههم مشرقة وجوههم نور الناس دول حد يقول لي دول أكيد أنبياء النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ليسوا بأنبياء واحد يقول لي ممكن يبقوا شهداء أو صديقون لا لا شهداء ولا صديقون إنما ناس لهم صفات تانية خالص ممكن يكون من الشهداء والصديقين إنما الصفة مش دل لجمعتهم مش دل لودتهم المكان ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حول العرش منابر من نور عليها أناس وجوههم نور وثيابهم نور ليسوا بأنبياء ولا بشهداء يغبطهم النبيون والشهداء من هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتباذلون في الله والمتزاورون في الله اللي علقتهم كلها عشان الله عز وجل دي مسألة غاية في الأهمية وفي الخطورة لما يكون علاقتك بتعملني عشان ربنا بتحبيني عشان ربنا بتكره العصاء عشان ربنا تحب الطائعين عشان ربنا تزعل مني ما تزعلش مني من موقف إنما تزعل عشان ربنا عشان ربنا أما يكون شخص عصى ربنا تزعل منه لما يكون شخص يعني انحرف في الطريق في طريق الله عز وجل فصار يعني تغير عن الحالة التي اتهى عليه يبقى أنت بتسيبه عشان ربنا عز وجل هو دا المعيار ودا المقياس فأنت في هذه الحالة يكون فعلا حبيبك هو ربنا أساسا زي ما شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمان يقول إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب في الحقيقة هو الله مش الشخص ليه لأن انت حبيته في الله هاتل شيخ من المشايخ أو دعية من الدعاء انت بتحبه بتحبه ليه لو كان مثلا لقدر الله طلع مغني أو ممثل كنت هتحبه ما اعتقدش أنك كنت هتحبه ليه لأن دي حاجتين عكس ده واحد طائع وده واحد عاص فبتحبه عشان طائع لربنا عشان حبيب ربنا تبارك وتعالى فيما تظن عشان انت شفت عليه الطاعات يبقى انت أصلا المحبوب أساسا هو ربنا سبحانه وتعالى أساس الحب والبغض ما يرضي الله تبارك وتعالى فيبقى كده المحبوب حقيقة هو الله جل جلاله دي مسألة تحتاج إلى ضبط مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة حبيب في الله ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذن الحب في الله يوصلك انك تبقى في ظل العرش الحب في الله عز وجل يوصلك ان ربنا عز وجل يحبك الحب في الله عز وجل يوصلك انك تبقى على مناهبر من نور حول العرش يشوفك الأنبياء يغبطوك يحب انهم يكونوا مكانك يشوفك الشهداء يغبطوك يحب انهم يكونوا مكانك أيضا قال الله عز وجل ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود ودا أي حب في قلوب الخلق ودا أن يجعلهم يحبون إخوانهم ودا أن يجعل يحبهم الله عز وجل يبقى دي تلت معاني لقول الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا سبب الإيمان والعمل الصالح استطاعتك انك تحب في الله هتقوى قدرتك انك تحب في الله هتقوى عندك لأن المسألة الناس انت ممكن تسأل تسأل سؤال مهم أولا الحب ده طاقة موجودة جوانا كلنا جوانا كلنا الحب ده فيه واحد يحب الصالحين فيه واحد يحب الطالحين فيه واحد يحب الناس بعيدة عن ربنا طيب ليه الشخص ده حب الناس الصالحة أو ليه الشخص ده حب الناس المفسدة حب الناس اللي مش كويسة ليه هي الطاقة موجودة والعاطفة موجودة جوانا كلنا أساس توجيه عاطفة الحب غراسك من الأعمال الصالحة يعني انت بتصلي بتصوم بتعبد ربنا بتحب ربنا رجل مخلص رجل صادق ربنا عز وجل ليوجه طاقة حبك ويعينك أنت تحب الصالحين ده من فضل ربنا عز وجل عليه وده قول ربنا سيجعل لهم الرحمن ودى إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودى أن يعطيهم القدرة أن يودوا ويحبوا الصالحين يعطيهم القدرة أنهم يحبوا في الله يبقى دي حاجة الحاجة التانية سيجعل لهم الرحمن ودى أي حبا في قلوب الصالحين يخلي الصالحين كمان يحبوهم المعنى التالت سيجعل لهم الرحمن ودى أن يحبهم الله جل جلاله طيب نجل سؤال مهم أنت دلوقتي لو جدت بص لكلام الحديث التلاتة اللي قلتها لحضراتكم على المنابر اللي من نور المتحبون في الله على اللي ربنا عز وجل يحبوهم أولئك المتحبون فيه على اللي بيكونوا في ظل العرش الملك رجلان اجتمع عليه وتفرق عليه خذتبه حضرتك رجلان تحب في الله يبقى التحب هو الصفة الجميع بنده كله طيب نسأل سؤال يعني ايه تحب في الله يعني ايه تحب في الله الإجابة على ده تبقى في نقطتين أساسيتين النقطة الأولى التحب على وزن التفاعل والتفاعل هو اشتراك الطرفان في الفعل اشتراك الطرفين في الفعل لما نقول التحب يبقى الاتنين بيحبوا بعض لما يقول التباغض يبقى الاتنين بيكرهوا بعض خذتبه حضرتك يبقى دي مسألة مهمة المعنى الأول ان وزن التحب على التفاعل والتفاعل يقتضي اشتراك الاثنين او الطرفين في الفعل طيب الطرفين دول لازم شخص وشخص او امرأة او امرأة خذتبه الحضرت لا مش شرط مش شرط ممكن واحد مع مجموعة ممكن امرأة مع مجموعة طيب سؤال ينفع امرأة ورجل زي ما كتير من الاخوات بتتصلوا على المشيخ اللي هو المشيخ احنا بنحبك في الله ينفع يجوش شرعا ما فيش اي مشكلة ان امرأة تحب الرجل في الله بس اللي ما ينفعش انها تقوله ما ينفعش انها تقوله لان مثلا هتحب النبي عليه الصلاة والسلام حب ده في ايه؟ في الله تحب الامام الشافعي تحبه في ايه؟ في الله تحب ابن القيم في الله تحب الشيخ فلان في الله الحب ده في الله سبحانه وتعالى لان بسبب ربنا هم احبوا المشايخ واحبوا العلماء واحبوا السلف واحبوا الصالحين ده مسألة عادية ده مسألة طيب بس الغلط انها تقول للشيخ تتصل على الشيخ كده في التليفون وتقول له يا شيخ اني احبك في الله ما ينفعش او تتصل على الشيخ في قناة من الفضائيات وتقول له يا شيخ اني احبك في الله برضو ما ينفعش هذا لا يجوز طب وما لتعمل ايه ما تقولش ما تقولش لان دي مسألة طب اشمعنا ما تقولش لا الرجل يقول للرجل المرأة تقول للمرأة طب ليه المرأة ما تقولش للرجل والرجل ما يقولش للمرأة لان ده باب فتنة باب فتنة احتمالها قوي جدا جدا فمن اجل ذلك لا يجوز المرأة ان تقول للرجل اني احبك في الله ولا الرجل ان يقول للمرأة الصالحة اني احبك في الله يبقى ده المعنى الاول التفاعل وهو يقتضي الاشتراك الاشتراك في الفعل يعني الحب من الطرفين طيب جميل قوي طيب لوحد بيحب الشيخ فلان هينطبق عليه الحديث والله الحديث كلها التفاعل لازم الطرفين ده كلام مهم جدا طيب تقول لي لازم الطرفين آه طيب ليه لازم الطرفين عشان المجتمع يتآلف عشان الناس تتلاحم يعني انا لما حبك في الله احرص انك تحبيني في الله عشان نبقى احنا الاتنين في ظل العرش طب ليه احرص احرص دي صبغة اجتماعية مرادة في الحديث مش بس المعنى الحب في الله مش بس الحب في الله الحب في الله المجرد مش هو المراد انما الحب في الله مع التواصل التواصل احنا نكون بنتحب في الله بنتواصل ان انا بحبك في الله وبتواصل معاك ان انا بحبك في الله وأعمل على أن تحبني في الله حتى إذا صرنا أحبابا في الله أنا حبة كنت تحبيني وحب فلان ويحبيني صرنا مجتمع كيان متواصل مش متشرز متقطع يكفيني أن أنا بحب الشيخ فلان فلان إن شاء الله نكون في ظل العرش لا إحنا عايزين التفاعل لاقتضاء الاشتراك في الحكم بقى دي النقطة الأولى التفاعل التحاب يعني على وزن التفاعل والتفاعل يقتضي الاشتراك في الفعل طيب نيجي النقطة التانية يعني إيه الحب في الله كتير من الناس ممكن يعني يلتبس عليه الأمر لأ نفسه مثلا بيحب شخص معين يطرى الحب ده في الله ولا مش حب في الله ما إحنا عايزين نعرف واحد حب شيخ من المشيخ يطرى الحب ده في الله ولا حب عشان إيه بالضبط والله حضرتك اللي تقدر تحدد الحب ده في الله ولا في حاجة تانية اللي بيحب شخص عشان ثراؤه يبقى حب في الثراء اللي بيحب شخص عشان ظرفه يبقى حب في الظرف اللي بيحب شخص عشان لبقته يبقى حب في اللباقة اللي بيحب شخص عشان منصبه يبقى حب في المنصب اللي بيحب شخص عشان ده يعني يوصل له خير دونيه يبقى حبه في الدنيا إنما اللي بيحب شخص عشان ربنا يبادى الحب في الله إذن أستطيع أن أعرف الحب في الله وأقول الحب في الله هو كل حب لولا الإيمان بالله عز وجل لم يتصور وجوده طيب أنت بتحب شيخ جلك الوسوسة يا طرح أنا بحب الشيخ ده حب في الله ولا مش حب في الله أنا بحب الشيخ محمد حسان يا طرح الحب ده في الله ولا مش حب في الله أسألك سؤال حضرتك بينك وبينه أرابة لا بينك وبينه نسب لا بينك وبينه رابطة ده كلام ده الغير أرايب يعني بينك وبينه ما فيش أي حاجة خالص أنا بس بشوفه في الفضائيات بيخدم دير ربنا وبيدعو إلى الله فحبيته في الله الشيخ يعقوب نفس الكلام الشيخ الحويني نفس الكلام الشيخ العادة ونفس الكلام خذت بالك كل حب اللولة الإيمان وبالله عز وجل لم يتصور وجوده طيب لو أنت أخو الشيخ تعرف إزاي أنك بتحبه في الله حضرتك تبص لنفسك بتبقى مسألة محتاجة دقة شوية إيه أكتر حاجة من خليك تحبه إنه شيخ إنه داعية إنه بيخدم الأمة إنه رجل صالح إنه مصلح إنه أخلاقه عالية ما هو مش بس ده أخوك الوحيد ده أنت عندك إخوات كتير فبتقدر تميز إنه هو ده الحب في الله خذت بالحضرتك ينفع يبقى حب في النسب وحب في الله يعني حب بسبب النسب أقول لك آه فطرة الأخوة اللي بينكم موجودة آه بس الحب في الله أقوى من أي حاجة أقوى من أي حاجة أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الحب في الله وعايز أقول لحضرتك عايز تنقي حبك لحد أكثر من العمل الصالح كل ما تكتهد في العبادة كل ما تقدر تنقي حبك ليه في الله ودي رسالة مهمة جدا 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 لكل ناس بيحبوا شيخ وهم أقارب الشيخ عايز تنقي الحب اجتهد في العبادة اجتهد في الطاعة هتقدر بإذن الله عز وجل تعان إنك تنقي حبك ليه في الله أرجع لحتة مهمة عشان منها انطلق للنقطة اللي بعد كده المهمة اللي هي مسألة التحاب بالتفاعل التحاب بالتفاعل يعني الاشتراك يعني أنا أحبك في الله عشان نبقى إحنا في ظل العرش عشان أنا الظل العرش لازم أخليك تحبني عشان نبقى متحبين في الله عشان أنا الحب ربنا يبقى متحبين في الله خليك تحبني طيب نجي للسؤال إزاي أخلي حضرتك تحبني وإزاي إنت تخليني أحبك إزاي تخلي أخوك اللي إنت شفته صالح متعبد إزاي تخليه يحبك ده سؤال مهم أعمل إيه وده صلب حلقتنا كيف تكسب ود أخيك كيف تكسب قلب أخيك نشوف كده إيه الكلام اللي في السنة وفي كتاب ربنا ومن هدي الصالحين يعرفنا إزاي نتصرف في الموقف ده رقم واحد استعمل لسانك في كسب قلب أخيك استعمل اللسان اللسان ممكن يكسبني قلب أخي آه أنا عايز أقول حاجة اللسان حضرتك ربنا خلقه ما بتعبش أنا عمري ما شفت ولا سمعت ولا يمكن يكون موجود إنسان عضلات لسانه تعبت من كتر الكلام ليه؟ لأن ربنا خلق اللسان في جميع أنواع الألياف العضلية فيه الطولية والدائرية والعرضية كلها بترايح على بعضها مستحيل واحد يتعب لسان يوجعه من كتر الكلام ختب الحضرتك فدي مسألة مهمة جدا إذا اللسان مش هيتعب استغلوا في الخير استغلوا في الذكر استغلوا في الكلمة الطيبة فالكلمة طيبة تصدقة استغلوا في الكلام الحلو خدت بالك وكلما أكثرت الذكر كلما كان لسانك معانا على أن ينطق بالكلام الجميل الكلام الطيب يعني مثلا واحد فيه سكوتي فيه سكوتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وشوية وبعدين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله مش حد سامعك ربنا بس وقال لسامعك لما تجي تكلم أخوك هتكلمه بكلام طيب فلاتت لسانك تنضبط مش هتنطأ كلمة طبيحة خدت بالك يبقى دلوقتي حبيبي في الله استعمل لسانك في كسب قلب أخيك إزاي رقم واحد اذهب إليه في بيته وقل له إني أحبك في الله تروح له بيته بيته آه لازم بيته خلاص يا سيدي مش لازم بيته روح له شغله روح له المكان قرب بيته المهم من عايزه يحس إن انت بذلت مجهود عشان تقول له إني أحبك في الله إلي خلينا أقول لك الكلام ده حديث لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم هقوله لك بعد تلقي هذا الاتصال السلام عليكم أم شاهد السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلا بحضرتك أيها بحضرتك أنا أصلي الحمد لله يعني بتسعدي نوع من الخوف نوع من الخوف من الخوف عندي خوف كل حياة خوفي لنا نا خوفي كل حاجة نعم حسن عندي خوف كده على طوال على طلب خاف قال الحمد لله كويسا أصلي بس عندي خوف كل حياتك كده خوف وحسن السلام دكتور بول اللي عمد كاش مرأة ويرا عمدك حاجة بس عندي خوف حاجة خوفي حاجة اللي انت تخافت من أنا اقتموش تخافت عادي تخافت حاجة توجعك تبوتي بتخاف من اي حضرتك يا أختي بتخاف من اي من اي حاجة يعني من المرض من العيو اي حاجة يعني لما لما تتعابي شوية تتخافي بزيادة لما تتعابي شوية بتخافي بزيادة أخاف، أخاف بيتيك تبقى تنشر على ذلك الأخير، هنا أي حاجة ماشي، ماشي شكراً بيختي، جزاكم أخير أستاذ أحمد من القهيرة، السلام عليكم أجم السلام تفضل أيها؟ تفضل أنا معاك حبيب، انت على الهوى تفضل من فضلك أنا عندي فوق السبعين سنة ومريض قلب وبالنسبة شهر رمضان الكريم اللي جاي يعني ما أقدرش أصوم يعني أو ممكن أصوم بس ما باستغناش عن الحباية فهي الحباية تفطرني ولا ولا طلع بديد لليوم يعني الحباية تحت اللسان؟ آه طيب لكن ممكن ما أكلش ما أشربش لكن ما أقدرش أستغن عن الحباية دي الحباية تحت اللسان؟ آه طيب هي أصلاً ما بتروحش للجوف هي بس هي بتمتص تحت اللسان ما بتنزلش ما بتنزلش الجوف نعم بتدوب وتدخل آه الأوريدة بتاعت اللسان آه طيب ما تفطرش ولا حاجة لا لا ما تفطرش ما تفطرش بس ما تبلعش آه ما تبلعش ريئك بس ما بلعش ريئي؟ آه يعني أنا مش قبلة ريئي طيب لكن هي هتدوب لوحدها يعني؟ هي بتدوب أصلاً تحت اللسان بتدوب لوحدها يعني ممكن صيامة يبقى مقبول؟ لا ما فيش أي حاجة حضرتك هي بتدوب تحت اللسان وبتمتص عبر الأوريدة اللي تحت اللسان آه تمتص المادة الفعالة آه لا خلاها إطعام لأن ربنا في القرآن قال إطعام ففضيطن إطعامه مسكين يعني من أوسط ما تطعمون بها من أوسط ما تطعمون نعم آه ربنا يكرم شكراً جداً عفواً عفواً طيب حبيبي في الله هنا قبل بس ما يعني قبل ما أكمل الموضوعي الأخت اللي بتقول الخوف طبعاً هو ده أولاً إحنا عندنا حاجة مهمة جداً آه الرقية الشرعية بالكتاب والسنة شفاء من كل بلاء بإذن الله عز وجل ليه قال الله عز وجل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ شفاء هنا من كل شيء من أمراض البدل ومن الأمراض النفسية ومن أمراض الشهوات حتى المعاصلة واحد متسلط عليه معصية يرقي نفسه بالقرآن بإذن الله عز وجل يذهب تعلق بهذه المعصية بإذن الله مع اليقين وصدق اللجء إلى الله عز وجل من أي شيء من الاكتئاب من الضيق النفسي من أي حاجة الرقية الشرعية أساس في كل ده ومش معنى أن أنا بقول الرقية الشرعية دائماً أني أبطل أن الإنسان لما يكون عنده مرض نفسي أن يأخذ دواء ويأخذ جلسات ويأخذ بالأسباب ما فيش أي مشكلة أبداً من ذلك إنما أنا بقول لو الإنسان مبتلى بالخوف في أسباب معينة بتعمل الخوف يتبعد عنها ده أهم حاجة يبعد عن الأسباب إذا كان هناك الإمكان في الإمكان دفعها زي ما في أختي مثلاً مرة حدثتني إنها بيسيطر عليها خوف شديد جداً جداً لو سمعت آيات قرآن مؤثرة زي الشيخ مهر المعقلي مثلاً أو لشيخ فارس عباد أو سمعة أذان في خشوع زيادة أو كلام ده أو درس سمعته أو خطبة سمعتها مؤثرة مثلاً الكلام ده بيسيطر عليها خوف شديد جداً فأنا بقول الشيء اللي بيخوف بشدة ده الإنسان يتجنبه ما فيش أي مشكلة يتجنبه إلى أن يشفيها الله سبحانه وتعالى مع الرقية أو الذهاب لطبيب نفسي ما فيش أي مشكلة في ده وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع المرضى وأن يؤمننا جميعاً وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء معنا اتصال آخر السلام عليكم أختي إيمان مسكندرية السلام عليكم رقم واحد لاستغفار اتنين الندم تلاتة الإقلاع ما عطيش تعمل الذنب ده تاني أربعة التحلل من المظلمة بمعنى أن اللي اغتبتي تكلمينه يسمحك إذا لم تكن هناك إمكانية لذلك فالموطن الذي ذكرتيه فيه بالقبح اذكريه فيه بالحسن لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك اتصال آخر السلام عليكم أخي محمد أهلاً بيك أمر حضرتك الحمد لله حبيبي بحبك في الله والله أحبك الله الذي احتنى من أجله فيه رؤية بس كده معلش شفتها للشيخ محمد حسان بصلي أنا وهو في مسجد النبي سعى السلام أول ما دخلت المسجد فالشيخ فضلت الشيخ محمد حسان اداني زيزاجة ماء يقول لي الماء دي أو الماء ده شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ولابد أن تشرب منه ما شاء الله فالماء كان إيه؟ يعني لونه يدي زي لون اللبن كده ولكن فيه رواسط فأنا يعني خشيت على نفس من الماء ده فقال ألا تشرب من الماء الذي شرب منه النبي فقلت بلى فشربت منه فوجدته يعني في اللذة والطعم والله ما وجدت لذة في حياتي مثل هذا الماء فشربت منه إيه؟ يعني مرتين اشترت مرات الياس سنة فأخذ الشيخ محمد حسان الماء وشرب منه ثلاث مهترات ثم يعني إيه؟ دعا لي وططب على ظهري ماشي يا جزاك الله خير ربنا يكرمك أبشر بالخير إن شاء الله تبارك أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا محمد بارك الله بك يا شيخ على برنامزك العظيم الله يكرم والناس يعني لازم ما نحب المسلم لازم يحب لي أخي ما يحب لنفسه نعم وإن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحب بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يطعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحسنون إذا حزن الناس إن شاء الله يا ربي إن المسلمين كلها تحب بعض والبلاد العربية تحب بعض ما يكون في بناتهم حدود ولا يكون في بناتهم شيء إلا تلمت لا إله إلا الله محمد حبيبي يا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أشكر طبعا لحضرتك المشاركة دي ربني أبارك فيك يا ربو يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال لما نيجي نقول حبيبي في الله إزاي تكسب قلب أخوك وكيف تكسب الأخت المسلمة قلب أختها أيضا أن تذهب إليه في منزله وشرحتها إزاي وتقول له إني أحبك في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحعه الشيخ الألبني ورحمه الله تعالى إذا أحب الرجل أخاه في الله فليأتيه في منزله فليخبره أنه يحبه لله يبقى لابد من الإخبار طيب الإخبار في المنزل لأن بيكون فيه دلالة أقوى على الصدق بس يعني أنت قطعت المسافة دي كلها وكلفت نفسك وتعبت نفسك عشان تقول لي إني أحبك في الله دي بتبقى بين الإنسان وبين نفسه بالتأكيد أنت صادق بالتأكيد أنت فعلا بتحبيني في الله طالما عملت كل ده فيبقى دي رقم واحد رقم اثنين حبيبي في الله إزاي تكسب تستعمل لسانك في الكاس بقلب أخيك رقم اثنين أن تسلم عليه إذا لقيته كل ما تقبله تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تهملوش ولا مرة كل مرة تقبله ما تكسلش ولا مرة كل ما تعد عليه السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته وتقولها كاملة عشان تاخد حسناتك وتقولها وانت بتبتسم وانت سعيد بلقاءه أن الكلمات من وشك بعرف انت فرحان ولا لأ من نبارات صوتك بعرف انت فرحان لما قبلتيني ولا لأ واخد بالك يعني واحد ممكن يقول السلام عليكم وهي طلع أصلا يعني كأن يعني خد حقك بقى والسلام يعني مش عايزين منك حاجة يعني وانا بقولها غصب عني بس هنعمل ايه كأرى النبي اللي نقفش السلام بينكم اما مضطر مجبر أخاك لبطل انما اللي بيقولها بها بحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة نفسها بتنطأ بتضحك لوحدها كلها بتنطأ بالحب خدت بالحضرتك إذا أنت سلم عليه إذا لقيت التلاتة إنك ما تنديهوش إلا بحب الأسماء إليه ولو كنت مازحا خدت بالحضرتك يعني تقوله بيحب مثلا يا شيخ فلان قوله يا شيخ بيحب مثلا يا باش مهندس فلان قوله يا باش مهندس يا دكتور فلان يقوله يا دكتور فلان يا أبا محمد يا أبا عبد الرحمن يا أبا أي حاجة بيحب الكون يقوله كون يحب اسمه كده يقوله كده أن تدعوه بأحب الأسماء إليه معنا اتصال السلام عليكم أمو علاء السلام عليكم الله يا شيخنا غريب أهلا مع حضرتك طيب لو سمحت حضرتك ما هو التعبير المناسب لإخوة في الإسلام تحبهم وتقدرهم وتعزهم دون أن تراهم مثل إخواتنا الذين تلقون مكالماتنا التلفونية ما هو التعبير المناسب لكي نحسسهم أننا نحبهم ونقدرهم أو الكلمة المناسبة التي نقولها لهم ثالث سؤال لحضرتك عندما نرى شيخنا ألفاظ محمد حساء كيف نحب الله مثله عندما نرى وهو يفصل الآيات القرآنية أو مثلا يفصل آية مثل البعوضة نرى أننا نحب البعوضة لدرجة أننا والله العظيم وقسم بالله العظيم أننا أرى البعوضة على يدي أتركها تمتص مني بدون حبا فيها لأن تفسير شيخنا الجليل وحبه لعظمة الله وقدرته وتقديره جعلتنا الحب ده يصل إلينا فأنا نفسي نصل ولو إلى قدر بسيط من درجة حب الله مثل شيخنا محمد حسان وبقيت شيخنا في قناة الرحمة نفسنا نحب ربنا يعني أعمل إيه علشان أحبه زيهم كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله يعني بالنسبة للأخت لما تتصل عايزة تقول تقول أي حاجة غير بحبك في الله يعني ممكن تقول يا شيخ نحن بنسعد لما بنشوفك بنفرح لما نشوفك كلمة عادية يعني إنما يحبك في الله يعني كلمة كده يعني زي ما قلت بعد من شوية أما مسألة كيف للإنسان أن يحب الله تبارك وتعالى المسألة دي أولا دي تراكمات أعمال طول السنين مش معنى كده أن أنا يعني بقول الموضوع صعب لا إن شاء الله تبارك وتعالى حب الله عز وجل يسير طبعا أعتقد أنا كنت تكلمت في هذه القناة منذ زمن عن كيف يحب الإنسان الله تبارك وتعالى حلقة كاملة إلى كل من أراد أن يحب الله تبارك وتعالى يعمل إيه بالضبط عشر نصائح لمن أراد فمن أراد أن يرجع فليرجع إليها أو إن شاء الله ممكن أبعدها بعد كده بإذن الله تبارك وتعالى ويعني ممكن يعني في ثنائي الكلام تتضح هذه الأشياء وإن كانت يعني المساء الواضحة إن الإنسان عشان يحصل حب ربنا يحب ربنا رقم واحد طبعا أن يتق الله تبارك وتعالى إنه يبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على حبه إنه يعيش مع أسماء ربنا وصفات ربنا تبارك وتعالى ويشوف البرامج اللي بتتكلم في الموضوع ده عشان قلبه يمتلئ لما يقف على الدئير ربنا عز وجل عظيم تبارك وتعالى من خلال فهم أسمائه وصفاته تبارك وتعالى وأنا طبعا يعني بتعرض لده كثيرا جدا جدا في حلقاتي هذه في ثنائي الموضوع يعني دي من الأشياء التي بإذن الله تبارك وتعالى تعين العبد على أن يحب الله تبارك وتعالى أرجع وأقول إزاي تكسب كيف يكسب الإنسان ود أخي أو كيف يكسب قلب أخي قلت رقم واحد أن تذهب إليه في منزله وتقول لا وأني أحبك في الله طبعا كل ده تحت بند استعمل لسانك في كسب قلب أخيك رقم اتنين تسلم عليه كلما لقيت رقم ثلاثة أن تدعه بأحب الأسماء إليه وإن كنت مزحا يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول أخوه هو حتى بيهزر يقول له أي كلمة مش بيحبه يقول له يا ولد يقول له أي حاجة ما ينفعش وحتى ولو كنت مزحا كنت مزحا برضو قل له يا دكتور فلان قل له يا شيخ فلان قل له يا أستاذ فلان قل له يا أبو فلان شوف الكلمة اللي بيحبها من خلال صحبتك ليه هتقدر تحدد كل ده كويس جدا رقم أربعة أن توسع له في المجلس كل ما كنت قاعد مثلا وهو جاء عليك توسع له عشان تهيأ له المكان الذي يجلس فيه دي لمسات رقيقة بتخليه في قلبه الحب بيسكب في قلبه كده سكبا وجمع بين الثلاثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال ثلاث يصفين لك ود أخيك شوف يصفين لك ود أخيك ود يعنيه الحب الصافي ثلاث حاجات بتدوب الجليد بين الناس وبعضها ثلاث حاجات بتخلي الناس تحب بعضها ثلاث حاجات ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتجعل الناس متألفين ألفة غير عادية ثلاث يصفين لك ود أخيك هقولها بعد لاتصال السلام عليكم أخي أحمد من أهل الشرقية حبيبنا إزيك فضيط الدكتور أهلا بحضرتك أهلا بيك وبأهل الشرقية جميعا أشارك الدعاء يا فضيط أطيب ناس الشرقوة صراحة لا مش دعاء حضرتك بس لا والله يعني من خلال جولتنا في الدعوة نسى الله القبول من أطيب الناس قلبا أهل الشرقية إزينا بس فضيط الدكتور ربنا يحفظ حضرتك تفضل عندي بس سؤال خاص وعلى ذلك أم فضيتك بس في هذه تفضل أعايز الرقم طيب الرقم في الكنترول إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب طيب حبيبي في الله عمر بن خطاب قال ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه وأن توسع له في المجلس الحاجات دي حبيبي في الله زي السحر كده في القلوب بتجعل الشخص يحبك حب مش عارف ليه طيب وعكس كده لما تعد على الشخص ما تقولهش السلام عليكم ما تسلمش عليه ما تعبقش به ما تهتمش به كأنه مش موجود لما ما توسع لهش في المجلس لما تقوله وتناديه بأي اسم حتى لو بتدايق منه ويقولك قلتلك قبل كده ما تقوليش كده لأن بتدايق من الكلمة دي كل الحاجات دي بتخلي حواجز وحجب بينك وبين أخيك وبعدين فجأة لايه بيقول يلاقي كده في نفسه يقولك سبحان الله يا أخي أنا مش برتاح للشخص ده ومش عارف ليه مع إنه رجل محترم ورجل متدين وكل حاجة بس مش عارف ليه أنا بقى أقولك أنا عارف ليه إيه الأسباب غياب الحاجات دي اللمسات الرقيقة دي لما متكونش موجودة إزاي هنحب بعضينا حبيبي في الله الذوق اللي هو الزوء العام الذوق والاحترام والأدب الأدب معاملة بعضنا بأدب الرقة والرحمة واللين والرفق فيما بيننا أحبابي في الله يبقى دي أربع حاجات رقم خمسة أن تدافع عن أخيك في حضوره ومغيبه يعني الناس تكلموا عليه وهو موجود أنت قمت بالضبط كأن الناس تكلمت عليك دفعت تابه في غيابه برضو دفعت عنه وانا تكلمت عن الحتة دي في الأول وعيز أسأل حضرتك سؤال وأسأل أختي في الله وإخواني جميعا في الله أسأل سؤال مين يحب أن ربنا عز وجل يدفع النار عن وجهه يوم القيامة كلنا طيب أسأل سؤال تاني تعمل إيه وتعملي إيه عشان ربنا عز وجل يدفع النار عن وجهك ماذا نصنع تعمل إيه تقول لي أعمل إيه ماش عارف أكيد حاجات كتير هقولك لا في حاجة واحدة أقولها لك تعملها لو قلت لحضرتك تصوم شهر ها من يعملها ما هو شهر ده مقابله إيه ربنا يدفع النار عن وجهك بعض الناس يقول لي آه ممكن بس يعني طيب خلاص نخفض شوية أسبوع تقول لي آه ممكن طيب يوم تقول لي آه آه وتفرح وتقول يوم واحد بس آه أقول لك على حاجة أبسط من ذلك وأسهل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخي ذب يعني دافع عرض أخي يعني يعني ناس بيشتم أخوك بيتكلموا على أخوك في غيبته بيغتابوا أخوك بيقدحوا فيه خدت بالك من ذب عن عرض أخيه ناس وقفوا شتموا انت قلت لا ما ينفعش ما تشتموش ناس وقفوا بيقولوا كلام مش كويس يقول لا حرام عليك واتقوا الله هو مش كده وبتدافع عن أخوك من ذب عن عرض أخيه بالغيب كلمة حضرتك قلتها في نفس كلمة واحدة بس قلتها كلفتك ايه تعبتك مرهقة يعني زي صيام يوم لا 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 مش زي أي حاجة خالص ده كلمة ايه المشكلة فيها من ذب عن عرض أخيه بالغيب ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة شفت ده احنا ده احنا بنضيع مضيعين نفسنا كلمة قولها ربنا عز وجل يدفع عن وجه النار يوم القيامة اه لو الناس تعمل كده ده الناس كلها تكون متقالفة ده احنا كده وانا عايز اقول ده قصية النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام نتخيل خيال لو جابيننا يزعل مننا قوي يزعل من كل اتنين متخصمين يزعل من كل حزبين متنحرين يزعل من كل ناس في قلوبهم لبعضهم غل وحقد وحسد وبغضاء وشحناء يزعل لما يلاقينا النبي عليه الصلاة والسلام كل ناس واخدين جانب وبيشككوا في إخوانهم وبيتهموا إخوانهم وبيخونوا إخوانهم ما ينفعش ده النبي عليه الصلاة والسلام قال وده أول حديث قلت في الحلقة وكونوا عباد الله إخوانا معانا اتصال السلام عليكم عليكم يا أهلا يا أبا مصطفى تفضل الله يبارك في حضرتك ما عليش أنا ما سمعتش ما سمعتش كويس حضرتك بس أعد بس الكلام ما سمعتش كويس الصفاء القلوب بين الشخص وأخوه الشخص أو غريب أو صاحب أو جار يعني لو حصل بينه شحناء أو هو مبايق منه يعني كيف يردها بالدعاء أو بالذكر ومبايق كي زي كده حاضر هقول إن شاء الله حاضر طيب معنا أستاذ سعد سلام عليكم السلام عليكم أهلا بك يا أخي أهلا بك يا شيخ أهلا بك أعسزناك بس يا شيخ يعني الواحد يعني يعني ألد ويسي وكده فالنفسي يجع ربنا ويلتزم إيه الخطوات اللي هو هيخدها عشان يلتزم يلتزم أوه يلتزم يعني صار في الجامعة أو كده ويجاهد نفسه جميل 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 سواري الحطوات اللي هو يعمل بيها أو صارت إزاي حاضر حاضر طيب حبيبي في الله بالنسبة لمسألة الشحناء وإزاي الإنسان يصف قلبه هو والله السائل يعني أخ فاضل نبيه لماح الذكر والدعاء هو قال دول ثم العلم حاضر العلم بالنقاء وعاقبته إن الإنسان يكون نقاء القلب للمسلمين وللناس أجمعين يوصلك الجنة يوصلك الجنة النبع عليه الصلاة والسلام حينما قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل في اليوم التالي نفس الرجل في المرة الثالثة نفس الرجل تقطر لحياته ماء الوضوء وكان السبب في ذلك أنه لا يبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم فيش في قلبه شحناء ما بيشتالش فبديء وصل بانتفاء الشحناء من قلبه وصل إلى هذا المستوى الراقي العالي ثم من أهم الأسباب التي يعان أو الوسائل التي يعاني الإنسان على صفاء قلبه للناس التماس العذر ثم يعني أنا تئيس الأمر على نفسك أنا لو في الموقف ده كنت اتصرفت نفس التصرف وبعدين إنك تحط الناس إنهم بشر يعني مش ملائكة يعني الإنسان انفعل أو اتصرف تصرف فيه نقص شوية ما هو بشر طب أنا لو ما كانوا كانوا ممكن اتصرفت تمحنا كلنا ربنا يلطف بينا وبيه يعني الإنسان ينظر إلى عيوب نفسه فتهون عليه عيوب غيره خدتوا بالحضراتكم أما السؤال بقى التاني اللي هو السؤال الخطير إزاي الإنسان يتوب وإزاي الإنسان يلتزم وإزاي الإنسان يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى أهم حاجة يتمثل العرض على الله عز وجل ويتمثل نفسه واقف أمام ربه فيسأله عن كل صغير وكبير يقف أمام رب العالمين ماذا سيقول له حينما يسأله الله تبارك وتعالى ويقف أمام ربه عريان كما ولدته أمه ليس بينه ترجمان يترجم له فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فينبغي عليه أن يتق النار ولو بشق تمر ولو بكلمة صالحة ولو بعبادة ولو بتوبة يتوب إلى الله عز وجل وحينما يسأله ربه لما فعلت هذا يا عبدي إن كان عنده إجابة ما عندهش إجابة فعلت ليه فعلت ليه غلبتني شهوتي وغلبتني نزوتي فإن التفكر في أنك موقوف ومسؤول التفكر في أنك تمثل أمام الله عز وجل دي مسألة عظيمة جدا جدا مثل وقوفك يوم العرض عريان مستوحشا قلق الأحشاء حيران والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى حرفا غير ما كان فالإنسان يتمثل المشهد ده والموقف ده فلا يرى أمامه إلا أن يرجع بإذن الله عز وجل أيضا زي ما قلنا ترغيب نقول ترغيب حضرتك بتحب النبي جدا أنا متأكد من كده بتحب النبي طب عايز تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة آه التزم وصل عليه وتوب إلى الله عشان تحشر مع النبي الطريق لأن تحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام إنك تتوب وترجع إلى الله عز وجل أنا أعول كثيرا على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الصحبة الصالحة غير صحبتك فلينظر أحدكم من يخال لأنظر أصحابك كل إنسان بيجرك للمعصية ابعده كل إنسان بيجرك اعزله وشوف عباد صالحين وناس متقين شباب حلوين بفضل الله عز وجل أو صحبة صالحة أيا كانت بقى يعني الكلام طبعا مش بس للآخ اللي كلمني ذا لكل الناس شوف ناس صالحة رؤيتهم تذكرك بالله عز وجل هتلاقي بإذن الله تبارك وتعالى ناس صالحين في كل مكان وفي كل مجال أيضا ادعي الدعاء ادعي ربنا يبقى رقم أربعة الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قل يا رب بصرني بالحق وأعيني على امتثال الحق دي مسائل كلها مهمة بإذن الله عز وجل توصلك إلى طريق الثبات على شرع الله وعلى دين الله وعلى التزام التزامك بالصلاة أنا عايز أقول أول ما تصلي بإذن الله عز وجل والدق طعم العبادة وحلوة العبادة مش هتسيب أبدا طريق ربنا عز وجل أسأل الله صلى الله عليه وسلم وعلى تعالى أن يهدي وأن يثبت الأخ اللي اتصل وكل اللي اتصل وكل اللي بيسمع وكل اللي بيشاهد وكل المسلمين والمسلمات اللهم ثبت الجميع على الدين يا رب العالمين واهدنا جميعا إلى الحق الذي يرضيك آمين آمين يا رب العالمين إذن حبيبي في الله قلت خمس حاجات من استعمال اللسان بس إذن عندي حاجات تانية وأسباب تانية تعينك بإذن الله عز وجل على أنك تكسب قلب أخيك بإذن الله تبارك وتعالى خمس حاجات إنك تذهب تروح له في بيته وتقول له إني أحبك في الله رقم اتنين أن تسلم عليه كل ما لقيته رقم تلاتة أن توسع له في المجلس رقم أربعة إنك تناديه بإحب الأسماء إليه رقم خمسة أن تدافع عنه في حضوره ومغيبه رقم ستة أن تحافظ على أسراره ورقم ستة دي استعمال اللسان فإنك ما تتكلمش آه عارف حاجة ما تقولش سر مش عايزين حضرتك تبوح بأسرار إخوانك عايز تحافظ على أخوك ما تبوحش بأسراره حتى لو حصل خلاف بينكم ما تبوحش بالأسرار وكما قال أحد الصالحين صدوره الأحرار قبوره الأسرار كتير من الناس فقدوا بعضهم بسبب أنه ما بيفشوا سر بعضهم كتمان السر طب كيف تكتم السر تكتمه وتنسى أنك تكتمه يعني تنسك أصلا أن فيه سر أنت مخبيه أساسا فدي أشياء مهمة من أهم الأشياء التي تستعمل لسانك فيها بإذن الله عز وجل هناك أشياء طبعا تبقى من ذلك التجاوز عن الزلات التجاوز عن الزلات تتجاوز عن زلة أخيك أسألك سؤال يا كل واحد بيقف لأخوه على الوحدة شوف الحاجات الصغيرة كده ويتوقف عنده ويلوم ويعاتب ويعاقب ويهجر هل حضرتك سلمت من العيوب لماذا ترى القذات في عين أخيك وتنسى الجزع في نفسك حضرتك عايش بلا عيوب بلا مثالب كلنا أصحاب أخطاء كلنا أصحاب ذنوب كلنا أصحاب مشاكل فلماذا أحبابي في الله نبصر القذات في عين إخواننا نبصر القذات في طباع إخواننا أشياء ضئيلة زي التراب زي الغبار وننسى الجزع عند أنفسنا ننسى الشيء العظيم عندنا العفو عن الزلات والهفوات والزلات والهفوات دي حكتين في حقك أنت وفي حق الله في حقك أنت وفي حق الله في حق الله عز وجل ما تسيبش أخوك ولا تهجره خذ بيده وادعه وكن بجواره وذكره وخذ بيده إلى الله عز وجل عل الله أن يهديه على يديك ده اتجاه لاتجاه التاني من أقوال الصحابة إذا انقلب أخوك عما كان عليه فلا تصاحبه إنسان انتكس فلا تصاحبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه والأول أوفق وأرحم وأشفق إن لو أخوك زل زل في حق الله عز وجل إنك تفضل جنب وتذكره وتأخذ بيده إلى الله عز وجل ما لم يؤدي ما لم يؤدي ذلك إلى تأثر قلبك أنت وإن أنت اللي تبعد عن طريق ربنا بسبب احتكاكك به بعد أن صار عصيا خطب الأما بالنسبة للزلات التي في حقك أنت أعف وتجاوز كما أدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن ينجين وإياكم من الفتن ما ظهر منها أم بطن اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها أم بطن اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعل مآلنا إلى كل خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته